السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير اليوم يتكلم عن أطر مانجو عود من شركة لوفا شركة لوفا الله يسلمكم شركة إماراتية العطر هذا سوا العطار العالمي شادي سمرة معروف بحبة لصناعة الأطور المعقدة الصعبة اللي فيها تقلبات في رياحة الأطر اللي يمكن ما تحبه من أول تجربة فتعطيها وقت أنا شوف أن العطر مناسب للناس اللي يابون ياخذونه حق مناسبات أو حق الأوقات الباردة أكثر أو أماكن مسكرة يعني وما يبي يرش منه وايد لأن العطر صراحة فواح نفاف وقوي وعميق فالمكونات الأساسية اللي داخله في صناعة العطر غير المكونات الكيميائية تكلم عن المكونات اللي ممكننا نذكرها هي الكونياك اللي معطيه ريحة بوزية وكذلك اللمسات الزهرية أزهار بيضة والمنقة الهندية اللي ماخذها الطابع الاستوائي كذلك طابع لاكتوني كريمي حليبي كذا والأمبرغريز أمبر الحوت مستخدم في العطر ولكن بشكل عام ريحة العطر في الافتتاحية تكون طاغية ماخذة خط سويتي داخل معاه العود العود هنا مستخدمين عود تايلندي كذلك يدعم الريحة السويتيها لكن فيه تنافس ما بين ريحة المنقة الطاغية ودخول العود بعدين يبرد العطر ياخذ خط المنقة أكثر بطريقة استوائية ودخول اللمسات اللي مثل ما ذكرتها قبل شوي اللي هي الأزهار البيضة الأمبرغريز أو أمبر الحوت هنا أشوفها داعم للعطر أكثر اللمحات البوزية اللي هي الكونياك داخلها في افتتاحية العطر بالنسبة لي كتجربتي يعني أشوفها في افتتاحية العطر واضحة أكثر وتخلي دخلة العطر أو افتتاحية العطر صعبة أكثر بسبب تداخل مكونات العود التايلندي والكونياك والطابع الاكتوني استوائي الاكتوني من ريحة المنقة الهندية المستخدمة هنا بس أعيد وأكرر يوم يبرد العطر الطغيان هذا القوي اللي جاي من الافتتاحية يخف فيقلب العطر إلى ريحة استوائية أسهل أكثر ريحة المنقة اللي ماخذ الخط السويتي الاستوائي تكون واضحة مدعمة بريحة الأزهار البيضة ووجود العود طبعا طول فترة استخدامك للعطر وبصراحة عطر جميل ويستاهل التجربة مو بذوقي ولكن العطر يستاهل صراحة حبكة عطرية يشكر عليها العطار شادي سامرا الحبكة العطرية اللي جاء منها تسمية العطر والإحاء اللي يبقون يوصلونه واضح جدا وصريح في العطر ريحة المنقة بدخول العود وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله